بشرة هامة لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريباً سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مرايط نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبات وطلبات سنوات العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 30 صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء صباح الخير على كل مدرس الكيمياء على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنوه من الكمال النهاردة يكون في ديافتنا أستاذ الكيمياء بالأظهر الشريف مستر محمد صابر صباح الخير يا مستر صباح النور أستاذنا وصباح الخير على كل مشاهدين الأعزاء وعلى كل طلاب سنة 3 سنوي وربنا يوفقهم جميعا إن شاء الله شرفنا وأتشرفنا كالعادة وفي أول حلقات الكيمياء كده قبل ما نبدأ المنهج مع بعض لو عندك أي رسائل الطلبة بتاعتك تسوكي جواهد أنا بس حابب أطمن الطلاب بتاعتك 3 سنوي النظام الجديد مش بعيد عننا ولا جديد ولا حاجة هو كل قصة إن احنا بينا نعتمد على الفهم أكتر كنا زمان بنقعد نحفظ كتير ونروح نعيد الكلام اللي احنا حفظنا في الامتحان بقى دلوقتي معظم الأسئلة هتيجي تطبيقية وتحتيجي على الفهم إن شاء الله فعنا كل اللي احنا هنعمله إن احنا هنأكد بس على بعض التطبيقات إن احنا دايما بنفهم الطلبة إن شاء الله كل المعلومات اللي موجودة في المنهج بيبقاش ألقاء من أي حاجة وإن شاء الله المنهج كويس أي نعم هو تقيل شوية ومحتاج منك مجهود كبير بس ربنا هوفقك إن شاء الله اتعب ربنا هيددي لك مش أكتر من كده وما تقلقاش من النتيجة كله على الله قد ما عليك ولا عليك تمام بالتوفيق باستر محمد وحلقة موفقة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بسم الله النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن العناصر الانتقالية احنا عندنا المنهج بتاعنا خمس أبواب الباب الأول بيتكلم عن العناصر الانتقالية الثاني عن التحليل الكيميائي الثالث عن الاتزان الكيميائي الرابع عن كيميا الكهربية الخامس عن الكيميا العضوية كل باب مستقل تماما عن أبواب التانيين بس هيجلنا في الامتحانات أسئلة تربط الببان ببعضها وده هيبقى معتمد على الفهم إن شاء الله هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالباب بتاع العناصر الانتقالية عشان نتكلم عن العناصر الانتقالية كان لازم ناخد تمهيد خدناها في السنين العدد بمناسبة الأساسيات اللي احنا لازم نبقى عارفينها عندنا أساسيات كتير جدا المفروض نبقى عارفينها من رابع ابتدائي ومن الإعداد ومن السنوي بس احنا لو تكلمنا في حصة سليمة عن الأساسيات يبقى بنغدعك لان انت في الغالب هتنسى وفي الغالب مش هتذكر الأساسيات بس فاحنا كلما نيجي ناخد درس ان شاء الله هنرتبط ونقولي الأساسيات اللي هتبقى هنحتاجها في الدرس بتاعنا بحيث ان انت تطبع على طول وتفتكر الكلام القديم وتشوف الجديد بإذن الله الأساسيات اللي احنا محتاجينها عشان نتكلم عن العناصر الانتقالية قال لي هنتكلم عن التوزيع الإلكتروني أو نقول التركيب الإلكتروني مفيش مشكلة دي أول حاجة من الأساسيات اللي نبقى عارفينها تاني حاجة هنتكلم عن الجدول الدوري ووصف الجدول الدوري الجدول الدوري عندنا التوزيع الإلكتروني كان بيتم بناء أو تابعا لطرق عدة اللي هي مين؟ عندنا التوزيع الإلكتروني تابعا لمستويات الطاقة الرئيسية وعندنا تابعا لمستويات الطاقة الفرعية وعندنا تابعا للأوربيتالات أمال إيه الرابعة ديات؟ إحنا بعد ما نوزع حسب المستويات الطاقة الفرعية ونوصف الجدول الدوري هنتكلم عن طريقة التوزيع باستخدام الغازات الخاملة أو العناصر الخاملة تعالوا نشوف كل الطريقة من الطرق دي ايه الفكرة بتاعتها وبنيت على اساس ايه اولا مستويات الطاقة الرئيسية كان فيه علم اسم مبور اكتشف ان الزرة بيتدور فيها الالكترونات حول النواة في مدارات سابتة سماها مستويات الطاقة الرئيسية يبقى اي زرة بتتترقب من النواة النواة دي بتدور فيها الالكترونات في مستويات للطاقة سمناها مستويات الطاقة الرئيسية العلم بور قال لي عدد مستويات الطاقة الرئيسية في اتقل الزرات سبع مستويات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع هي اسميهم قال لي سمناهم k و l و m و n و o و p و q سبع مستويات للطاقة طبعا كانوا بيأخذوا اعداد كام من 1 ل 7 المستوى k كان الاول رقم 1 لحد لما نصل لq رقم 7 كان كل مستوى الطاقة بيتشبع بعدد محدد من الالكترونات بناءً للقاعدة 2N تربيع أو 2N تربيع المستوى الأولاني كان بيشبع بـ 2 عشان هنا N بـ 1 يبقى 2 في 1 تربيع بـ 2 الثاني بيشبع بـ 8 الثالث بـ 18 الرابع بـ 32 وخدنا زمان أن القاعدة دي لا تنطبق على المستويات الأعلى من الرابع عشان الزر هيكون غير مستقرة لو حطنا في أي مستوى أكتر من 32 يبقى هنا هنقول 32 32 32 تعالي أنا أخذ مثال كده نوزعه أخذ الكلور CL17 ووزعه حسب المستويات الرئيسية ما حدش يقولي إحنا المستويات الرئيسية بعيدة عننا في المنهج لا المستويات الرئيسية في بعض الأسئلة وهناخدها في أخر الحلقة إن شاء الله هيسأل سؤال في العناصر الانتقالية بتاعتنا ويجي اسأل عن المستويات الطاقة الرئيسية فهي ديت حاجة مش برى المنهج بتاعنا فهنقول CL17 المستويات الأول K بيشبع بـ 2 ليه حطت في الـ K محطتش في الـ L قاله عشان إحنا كنا لازم نملى مستويات الطاقة الأقل في الطاقة الأول وإحنا خدنا زمان إن الطاقة بتزديد كلما ابتعدنا عن النواة يبقى طاقة المستويات K أقل من طاقة L وهكذا يبقى كيف فيها 2؟ طب اللي بعده L فيه كام؟ فيه 8 طب اللي بعده M أنا خدت 2 و 18 من 17 تفضل 7 يبقى إحنا كده بنوزع حسب مستويات الطاقة الرئيسية كنا بنوزع بالطريقة دي الحد عدد زر 20 الكلام ده كان في الإعداد دي وبعد كده ما كنا بنقولك لا أما توزعش أكتر من 20 بعد ما خدنا المستويات الطاقة الفرعية قدرنا نوزع الـ 118 عنصر اللي موجودين في الجدول الدوري وخلينا نبدأ بقى ونشتغل في المستويات الطاقة الفرعية لأن هي دي تعتبر هي المستويات الطاقة الحقيقية في الزر إيه المستويات الطاقة الفرعية؟ فيه علم اسمه سامر فيلد اكتشف أن كل مستوى الطاقة رئيسي بيحتوي على عدد من المستويات الفرعية بتساوي رقم يعني المستوى K قلنا أنه هو رقم واحد قال لجوا مستوى فرع واحد مين المستوى الفرع اللي جواه قال لي اسمه S آه يعني إحنا هيبقى عندنا مستوىات فرعية رموزها إيه؟ خلينا نكتب الرموز بتاعتهم واحد اثنين ثلاثة أربعة يبقى دي الـ S والB والD والF دي رموز مستوى الطاقة الفرعية فالمستوى K هيبقى فيه مستوى فرع واحد هناخد الـ S طيب المستوى L رقم اثنين قال لي هيبقى فيه الـ S والB طيب المستوى M رقم ثلاثة هيبقى فيه الـ S والB والD طيب المستوى N رقم أربعة هيبقى فيه الـ S والB والD واللي هو الرابع مين معنا اللي هو المستوى الفرعي F طيب الخامس اللي هو ال-O هيبقى برضو في S و B و D و F لازم نسأل نفسنا سؤال ونقول إيه الفرق ما بين ال-S بتاع K وال-S بتاع L قال ال-S بتاع K ديها في المستوى الأول فهندي لها الرقم واحد ويبقى دي اسمها 1S الواحد دي بتعبر عن عدد الكم الرئيسي يعني إحنا عايزين نقول إن ال-S ده بتاع الضر الأولاني في الزرة الزرة عبارة عن سبع مستويات بتدور الإلكترونيات في سبع مستويات للطاقة كل مستوى نقدر نعتبر إن الزرة عبارة عن بيت سبع تدور كل دور بيحتوي على عدد من الشقة يعني الدور الأولاني في شقة واحدة اسمها S طب الدور الثاني في شقة تين واحدة اسمها S و واحدة اسمها B يبقى الاتنين هنا S معناها إن المستوى الفرع S بتاع المستوى الرئيسي التاني طب هنا بتاع الثالث يبقى 3S 3B 3D طب اللي تحتها 4S 4B 4D 4F يبقى وهكذا في اللي تحت طبعاً هيبقى فيه عندنا 5S و 5B و 5D و 5F ديها المستوىات الفرعية إزاي نوزع الإلكترونيات جوة المستوىات الفرعية قال إنه كل مستوى فرعي بيحتوي على عدد ثابت من حاجة اسمها الأوربيتالات و على عدد ثابت من الإلكترونات المستوى S فيه كم أوربيتال قال لي فيه واحد أوربيتال طب الB فيه كم أوربيتال فيه 3 طب الB فيه كم 5 طب الF فيه كم 7 كل أوربيتال بيشيل 2 إلكترون يعني لما يبقى أوربيتال واحد يقدر يتحمل 2 إلكترون و كأن دي السكان ما تيجي نقولها بشكل مختلف إحنا قلنا الزر عبارة عن 7 مستوىات للطاقة يعني عبارة عن بيت 7 تدور كل دور فيه عدد من الشؤة الدور الأول فيه شقة الثاني فيه شقة الثاني فيه شقتين الثالث فيه 3 شقة وهكذا كل شقة فيها عدد من الإوض يبقى الشقة S فيها أوربيتال واحد يعني فيها قوضة واحدة طيب بالنسبة للشقة به آه فيها 3 أوربيتالات يعني 3 قوضة وكل قوضة بتشيل 2 سكان يعني 2 إلكترون يبقى 3 أوربيتالات هيشيله كم إلكترون 6 طيب الخمس أوربيتالات يشيله كم 10 طيب السبع أوربيتالات يشيله 14 وبالتالي يبقى إحنا نبقى عارفين إن كل إيه ده طيب هو الواحد S يشيل 2 إلكترون طيب 3S يشيل كم قال لي برضو 2 إلكترون يبقى كل مستوى فرعي بيحتوي أو بيتشبع بعدها تثبت من الإلكترونات مهما اختلفت رتبته تمام؟ تمام قالت بمستوىات الطاقة الفرعية أنا عايز أعمل لها توزيع إلكترونية هنوزع البناء على إيه؟ قال لي برضو بناء على الأقل طاقة تبعا لقاعدة أو مبدأ أوفباو اللي إحنا خدناها في تانية سنة وكان اسمه مبدأ البناء التصعاضي اللي كان بيقول لي لابد للإلكترونيات أن تشغل مستويات الطاقة ذات الطاقة المنخفضة أولاً ثم المستويات ذات الطاقة الأعلى يبقى لازم أحط في المستويات الأقل إيه؟ طاقة الأول مين الأقل طاقة؟ تعالوا نرسمها بشكل مختلف عن ما كنا واخدينها السنة اللي فاتت عشان يخدمنا في درس النهاردة إن شاء الله هنقول كده مع بعض ونركز مع بعض إن شاء الله أقل مستوى في الطاقة هو المستوى الفرعي 1S تب من اللي بعضه في الطاقة؟ قال لي 2S تب من اللي بعضه في الطاقة؟ قال لي 2B خلينا نبعدها كده شوي بعد كده من اللي بعضي 2B؟ قال لي 3S بعد كده 3B بعد كده في 4S بعد كده في 3D ظهر وبعدين 4B نركز مع بعض بعد 4B في 5S الخمسة S معانا بعد كده 4D بعد كده 5B بعد كده معانا 6S آه ظهر بعدها حاجة اسمها الـF يبقى الـ4F ظهرت هنا يبقى إذا انطاقة الـ6S معانه في الدور السادس طاقته أقل من طاقة الـ4F عشان كده بحط فيه الإلكترونات الأول طيب بعد الـ4F مين؟ قال لي فيه الخمسة دي وبعد الخمسة دي فيه الـ6S بعد كده معانا 7S 5F 5F 6D 7 ديت 6B وهنا 7A B احنا عملنا كده عشان يخدمنا في وصف الجدول الدوري زي ما احنا هنتكلم ان شاء الله دي تصنيف او ترتيب المستويات الفرعية تابعا للطاقة الـ1S بعدها الـ2S اروح على الـ2B بعدين الـ3S اللي انت كنت بتغنيها زمان في تانية سنة وبتقول SS بس بس بعدين دبس دبس وبعدين فدبس وبعدين فدب اللي انت كنت بتاخدها زمان بس احنا عملناها بالشكل ده عشان تخدمنا في توزيع المستويات في وصف الجدول الدوري زي ما احنا عايزين نوصل دلوقتي طيب وزع لنا عنصر بقى كده بناءا على اللي انت عملته بناءا او وزع لنا عنصر بالمستويات الرئيسية بالمستويات الفرعية وهل ممكن بعد ما نوزع بالفرعي نوزع بالرئيسي تعال نشوف كده هنوزع مثلا عنصر زي كوبالت 27 عنصر الكوبالت عدده الزري 27 فهنقول كده اول حاجة الـ1S بتشيل كم إس الـS بتشيل كم إلكترون اتنية طيب بعد الـ1S كم فيه مين الـ2S هتشيل كم؟ اتنين بعدها الـ2B بتشيل كم؟ ستة بعدين الـ3S بتشيل كم؟ اتنين بعدين الـ3B بتشيل كم؟ ستة بعد الـ3B ألاقي الـ4S هتشيل الـ2 بعد كده الـ3 دي هتشيل السبعة يبقى انا لو عدت الالكترونات دي كلها ألاقي بتساوي العدد زر العنصر اللي هو 27 وإيه؟ وعشرين كده وزعت العنصر طبعا لمبدأ البناء التصعدي حسب المستويات الفرعية فيه هنا مشكلة انا واخد بالي منها اللي هي ايه؟ انت حطيت في الـ4S قبل التلاتة دي قال لي عشان طاقت الـ4S أقل من طاقت التلاتة دي معين ده في الضر الرابع ومصر وده في الضر التالت انا اتفاقت كلما ببعد عن النواة كلما بالطاقة بتزيد يبقى اللي في الضر الرابع طاقته أعلى قال لا هنا ديت الشزوز اللي فيه الترتيب بتاع المستويات لازم نخلي بالنا منه قوي ولازم نعرف الترتيب زي ما هو مرسوم تمام ينفع حول ده لمستويات رئيسية؟ يعني لو انا حبيت اوزع كوبالت 27 بالمستويات الرئيسية مش بالفرعية حاجة اقول المستوي الاولاني بيشيل كام اللي هو كان اسمه كام ببساطة هحول ده لمستويات رئيسية فهنا الـS قدامها كام؟ واحد حاجة تاني قدامها واحد لا قال لي بقى ده المستوي الاول اللي بيشبع باثنين طب بعد كده المستويات التانية اللي اسمه L يبقى ده قدامه اتنين وده قدامه اتنين يبقى الالكترونات دي في المستوي الرئيسي التاني يبقى 2.6 8 بعد كده ادي 3S 2 3B 6 ولا امعي 3B 3D 7 يعني عندي رقم 3 مقرر 3 مرات يبقى اذا الـM هنجمع 3 مستويات فرعية كل الالكترونات اللي فهم هيتجمعه يبقى 2.6 8 8 7 15 اخر مستوي معنا اللي هو مين الـS اللي هو الرابع مفيش اللي ده يبقى ده الـN وفيه اتنين الالكترون يبقى التوزيع الصحيح للكوبالت اتنين 8 18 اتنين تمام يبقى احنا كده وزعنا بالمستويات الفرعية بالمستويات مين الرئيسية هنخش دلوقتي عشان نوزع بالأوربيتالات اللي هي قاعدة هند نقولها بالمرة معنا مع ان احنا هنحتاجها ان شاء الله في حساب اعداد التأكسود بس دي هات حاجة في صلب المنهج بتاعنا ان شاء الله قاعدة هند ان انا وزع الالكترونات بعد ما وزعتها في المستويات الفرعية اشوف هتخش ازاي في الأوربيتالات بتاع المستويات الفرعية ازاي تعالى ناخد عنصر صغير كده زي الاكسوجين وتمانية فكنت اوزعه حسب مبدأ البناء التصعدي فكنت اقول واحد اس اتنين اتنين اس اتنين اتنين بي انا خدت اتنين واتنين اربعة من التمانية تفضل كام اربعة قاعدة هند اللي هي التوزيع في الأوربيتالات لازم نبقى عارفين عدد الأوربيتالات بتاع كل مستوى الفرعية المستوى اس في كام أوربيتال واحد برمز له برمز مربع واحد رمز ايه مربع واحد المربع ده في كام الكترون قال لي في اتنين طيب هنحط الاتنين الكترون كده قال لا ده كلام غلط ليه قال لي عشان الاتنين سكان اللي جوه نفس الأوربيتال لازم يكون لهم غازل متعاكس يعني ايه يعني واحد يكون بيدور مع عقارب الساعة والتاني في عكس اتجاه عقارب الساعة ليه برضه عشان كان بيقلل من قوط التنفر ما بينهم وبالتالي بنقول عليهم في حالة الزواج يبقى ده الأول وده التاني وده المستوى واحد اس طب بعد كده المستوى اتنين اس أعلى طاقة فهعمله زي السلم كده ونزود الطاقة بتاعته ونقول ده الاتنين اس كان فيها كم إلكترون اتنين نخش على الاتنين بي فيها كم أوربيتال قال البي كان فيه تلات أوربيتالات يبقى ده واحد اتنين تلاتة كنا زي ما بنسميهم بي اكس وبي واي وبي زد مش موضوعنا البي المستنادي بس احنا نبقى فاكرينها بس بنفتكر مع بعض المستوى الفرعي توبي فيه أربع إلكترونيات يا ترى هنحط الاتنين على بعض مع ده وده ونسيب ده فارغي قال لا هو ده بقى قاعدة هند هند قال لنا ايه؟ قال لابد للإلكترونيات أن تشغل مستويات الطاقة ذات الطاقة المنخفضة أولاً ثم المستويات ذات الطاقة الأعلى ايه ده؟ ده مبدأ البناء التصعادي قوة اقول هند اسف هند كان بيقول ايه؟ قال لي لا يحدث ازدواج انت كده عملت ازدواج لا يحدث ازدواج بين إلكترونين في نفس الأوربتال إلا بعد أن تشغل أوربتالات وفرادة أولاً يعني لما اجا وزع لازم أحط الأوربتالات في حالة فردية الأول يعني أنا أقول هنا أنا معي أربع إلكترونيات يبقى هنا الأول هو توادي التاني فردي توادي التالت فردي الرابع يروح فين؟ قال لي يرجع يخش معه في حالة مين؟ ازدواج يبقى هنا عندي في الأوربتالات بتاع البي أوربتالين فيهم إلكترون وهما بيشبعوا باتنين يبقى إذن الأوربتالين دول هقول أوربتالين نصف ممتلئين؟ طب وعندي كم واحد ممتلئ في البي قال لي عندي أوربتال واحد ممتلئ في البي الأوربتال اللي بيبقى فيه إلكتروني أسميه نصف ممتلئ يعني لو أنا عندي أوربتال ده اسمه فارغ مفوش أي حاجة فيه أوربتال تاني فيه واحد بس يبقى أسميه نصف ممتلئ طب ده أسميه مكتمل أوربتال مكتمل في الاثنين إلكترون بتوع يبقى إذن دي هند هنتكلم عن هند مع عناصر الفئة دي خلينا نوزع العنصر ده تبقى لقاعدة هند هنوزعه زي تبقى لقاعدة هند هل هنعمل سلالم زي كده من الواحد إس الحد الثلاثة دي قال لي لأ احنا بنعمل قاعدة هند لإلكترونات التكافؤ بس يعني الإلكترونات اللي بتشترك في التفاعل الكيميائي اللي هي هتبقى عندنا في الحالة دي أربعة إس اتنين وثلاثة دي سبعة أربعة إس اتنين وثلاثة دي سبعة يبقى أنا الأربعة إس أهي كتعبرة الإس في أربتال واحد يبقى يشيل اتنين إلكترون طيب والثلاثة دي هو دي في كم أربتال خمسة يبقى أعمل خمس مربعات واحد اتنين ثلاثة خمسة تعالي نحط بقى السبع إلكترونات في قلب الخمس أربتالات بتعديه لازم نحط الأول منفردة فرادة أولاً يعني نقول ده الأول وده التاني وده التالت وده الرابع وده الخامس انت بتعمل نص ساهم ليه؟ أول عشان خطر لما يحصل إزدواج يبقى ده السادس وده السابع دول دخلوا في حالة إزدواج يكتبوا البقين أكمل الساهم بتاعي عادي ويبقى ثلاث قربية ثلاث نصف ممتلئة واثنين تمت لإيه؟ الامتلاء يبقى احنا كده شرحنا قاعدة هند في قواعد التوزيع الإيه؟ الإلكتروني هنسيب بس الغازات الخاملة واحنا بنوزحها بعد ما نوصف الجدوى للدوري إن شاء الله علشان خطر هنستخدم الجدوى للدوري في فهم إن إحنا إزاي نوزع تبع الغازات الخاملة اوصف الجدوى للدوري يا مستر قال لي تعالى الجدوى للدوري بنانية على الأساس إيه؟ قبل كده قال لي بنانية على أساس حكتين ترتيب العناصر ترتيباً تصاودياً حسب الزيادة في العدد الزري ما معنى العدد الزري وليس الوزن الزري طبعا العدد الزري لما أقول مثلا ألمونيوم 13 27 اللي تحت اسمه العدد الزري إنما اللي فوق اسمه العدد الكتلي وفيه أوقات بنتكلم ونقول ده الوزن الزري بس طبعا الوزن الزري بيختلف عن العدد الكتلي عشان بندخل في الوزن الزري كتلة الإلكترونيات نعم ضئيلة جدا بس بندخلها في كتلة الوزن الزري عموما خواص العناصر ترتبط باللي تحت اللي هو العدد الزري وليس الوزن عشان كده لما رتبنا العناصر في الجدول الدوري الحديث رتبناها حسب الزيادة في مين في العدد الزري تمام قال لي طب إيه الحاجة التانية قال لي بنرتب العناصر في الجدول الدوري تابعا لملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات هي دي المستويات الفرعية طب إحنا ليه بنرتب العناصر حتى يسهل دراستها والتعامل معها يبقى أنا هجمع كل الإلكترونات اللي بتتحطي في الإس أو كل العناصر اللي بتنتهي بالإس وحطها في عمود واحد عشان كده أنا حطيت كل الإس على بعض إيه دا؟ يبقى الطريقة دي عشان نوصف الجدول الدوري ونعرف هو تحطي ليه كده يبقى الإس بدأ من الشمال قال لي يبقى دي اسمع عناصر الفائس إيه دا؟ دا الإس بيشيل اتنين إلكترون قال لي يبقى الإس وهي فيها واحدة تبقى في المجموعة الأولى ولو الإس فيها اتنين يبقى في المجموعة الثانية طب بالنسبة للبي قال لي دا البي هناك خالص في مين الجدول خالص وبالتالي هنروح في أقصى يا مين الجدول وروحوا جانا عاملين عناصر الفئة بي طب البي بيتشبع بكم إلكترون بستة عشان جواه كم قربتال تلاتة يبقى إذن عناصر الفئة بي هتبقى عبارة عن ستة أعمدة رأسية دا الأول التاني التالت الرابع الخامس نقف بس مع عناصر S و B دلوقتي يبقى دا عناصر S و دا عناصر الفئة B عناصر الفئة S عناصر الفئة S هنرقم المجموعتين بتوحها مجموعة الفئة S قال لي هنسميهم 1A و 2A طب وعناصر الفئة B قال لي كمل على طول بعد lA يبقى كلاهما بيأخذ الحرف A يبقى دا يبقى سري A 4A 5A 6A احنا هنا فيه عندنا عمود نقص يبقى دا 1 2 3 4 5 6 كده بقى تمام 7A المجموعة الصفرية ايه دا يبقى الصف الأخير الصف الأخير اتحط فيه الغازات الخاملة ما اخدتش الحرف A يبقى ممكن سؤال جميع عناصر الفئة S و B تأخذ الحرف A مع دا المجموعة مين الصفرية تمام بعد كده هنخش على عناصر الفئة دي عناصر الفئة دي لقيتها ظهر بعض الأربعة S نركز في الحتة دي قوي يبقى المربع دا والمربع دا هما الدورة الأولى بتاع واحد S تاب الاثنين دول والستة اللي قصادهم هما الاثنين S والاثنين B يبقى دي الدورة التانية الدورة التانية تاب هاخد الاثنين دول والستة اللي قصادهم يبقى دي الدورة التالتة لقيت عناصر الفئة دي ظهر بعض الأربعة S يعني هنا الأربعة S موجودة اوه يبقى عناصر الفئة دي ابتدت تظهر من الدورة مين الرابعة بعد المستوى الفرعي أربعة S عناصر الفئة دي تظهر ابتداء من الدورة الرابعة وتقع في وسط الجدول بتتكون من كم عمود رأسي قالنا عناصر الفئة دي خمس أربطلات يعني كم عمود عشر يبقى نقول قد العمود الأول التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع الثامن كده نعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة مزبوطين يبقى عشر أعمدة رأسية دول هم عناصر الفئة دي نكمل الجدول الدورة الرسمة بس الأول يبقى أنا عندي الدورة الرابعة أربعة S في بعدها خمسة S يبقى في دورة خمسة في دورة ستة بس استنى بعد السلطة S جيل لأربعة F نركز في الحتة دي أول وكذلك بعد السبعة S جيل خمسة F قال لي أولا عناصر الفئة F كان المفروض يبقى مكانها نهوف في الجدول الدوري أسيب مربع واحد في عناصر الفئة دي وكانت مكانها هنا يعني كنت أوسع لها كده بس الجدول الدوري كان هيبقى عريض جدا فعشان كده فصلناها أسفل الجدول ونزلت هنا وتعملت سلسلتين واحدة اسمها اللانسا نيدات والتانية اسمها الأكتي نيدات وكل واحدة من السلسل دي بتتكون من 14 عنصر عشان هو بتتشبع ب14 إلكترون عايزين نرقم عناصر الفئة دي ولأنت استنيت على الاتنين دول قال لي عشان عناصر الفئة دي هي وعناصر الفئة F هما دول العناصر الانتقالية عنوان الدرس بتاعنا النهار ده يبقى العناصر الانتقالية بنقصد بها عناصر الفئة دي وعناصر الفئة F تبقى الفرق برضو ما بينهم قال لي عناصر الفئة دي هسميها العناصر الانتقالية الرئيسية أما عناصر الفئة F هسميها العناصر الانتقالية الداخلية العناصر الانتقالية الرئيسية عناصر يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي D بالإلكترونات إنما العناصر الانتقالية الداخلية عناصر يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي F بالإلكترونات مش فاهم يعني ايه بيتتابع فيها اقول لك من الاخر اخر الالكترون دخل في الدي بعنصر انتقال رئيسي اخر الالكترون دخل في الاف بعنصر انتقالي داخلي اما لو اخر الالكترون دخل في الاس اه يبعنصر ممثل تمام يا مصر قبل بأخش في الجزئية دي بالتفصيل هناخد فاصل قصير ونرجع تاني تمام تمام شكرا بشرة هامة لطلاب السانوية العامة في جميع المواد الدراسية قريبا سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام باعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت اشراف مستر احمد السعيد بادر بحجز نسختك من الان الكتاب الاول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية اللغة الالمانية واللغة الايطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الادبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء وارجعنا لكم تاني مع مستر محمد صفر فضل مستر متكملين ان شاء الله وصلنا للعناصر الانتقالية قلنا نوعين انتقالية رئيسية داخلية كنت بتكلم لو هو كان آخر إلكترون في الدي هيبقى انتقالي رئيسي عناصر الفئة دي اسمها عناصر الانتقالية رئيسية انما عناصر الفائف عناصر الانتقالية داخلية الداخلية مش هنشتغل فيها خلص السنة دي بس أنا بفكرك في معلومة مهمة جدا في الكتاب بتاعت بقولي عناصر الانتقالية وسيكت يعني قصد الرئيسية والداخلية لو أنا عديت الأعمدة الرئيسية اللي عناصر الفئة دي عشر اعمدة عشرة وموجودين في اربع دورات يبقى اربعة في عشرة باربعين وتحت معي اربعتشر واربعتشر تمانية وعشرين اليوم معديني ستين عنصر اللي هما يمثلوا اكثر من نصف العناصر المعروفة اكتر من نصف العناصر الموجودة في الجدول الدوري يبقى عناصر انتقالية بتمثل اكتر من نصف العناصر الموجودة في الجدول الدوري حلو العناصر انتقالية قال لي دايما بتقع في وسط الجدول عشان دي اصلا كان مكان هنا في وسط الجدول تمام انت مرقمتش عناصر الفئة دي ليه؟ قال لي تعال نرقمها كده مع بعضنا. احنا قلنا الاس والبي بتأخذ الحرف ايه؟ طب عناصر الفئة دي بتأخذ الحرف بي. نركز الحتة دي. يبقى عناصر الفئة دي يرمز لها بالحرف بي. طب هنقول 1 بي 2 بي من هنا؟ قال لي لأ نقول من هناك من من هنا. 1 بي 2 بي ونرجع نبدأ من الاول 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي. اه التلاتة دول على البعض ما نقولش 8 بي. نقول تلاتة على بعض اسموهم المجموعة التمنة. ايه ده؟ يبقى المجموعة التمنة بتتكون من 3 اعمدة رأسية. نخلي بالنا. يبقى العناصر الانتقالية فيها 10 اعمدة. بس كم مجموعة قال لي 8 مجموعة بس. مش هنقول 10 مجموعة. ليه علشان خاطر المجموعة التمنة بتتكون من 3 اعمدة رأسية. نفهم السبب بتاع ان العناصر المجموعة التمنة بتتكون من 3 اعمدة رأسية. السبب خدناه زمان في الاعداء دي. كان بيقول لي ان عناصر المجموعة الواحدة متشابهة في الخواص ناخد مثال لو انا قلت الليسيوم الاي 3 الصوديوم 11 البوتاسيوم 19 العناصر دي ليه متشابهة في الخواص قال لي لو وزعتها بالمستوىات الرئيسية زي ما كنا بنقول الايه الليسيوم 2 1 طب الصوديوم 2 8 1 طب البوتاسيوم 2 8 8 ايه ده ده كلها في المستوى الاخير نفس عدد الالكترونات عفوا يبقى اذا عناصر المجموعة الوحدة متشابهة في الخواص قال ليه اقول اتفاقها في عدد الالكترونات المستوى الاخير طب التلاتة دول مش متشابهين في المستوى الاخير ومع ذلك لانا التشابه ما بينهم التلاتة فيهم تشابه ما بينهم ما بين بعض اكتر من التشابه اي واحد مع اللي تحته مش فاهم برضو قال لي يعني التشابه في الخواص الافقية اكبر من التشابه في الخواص الرقصية برضو يعني ايه اقول لك يعني زمان كنا بنقول ان كل واحد يشبه اللي تحته اكبر ما يشبه اللي جنبه دلوقتي بيشبه اللي جنبه اكتر ما يشبه اللي تحته عشان كده هنعتبر ان التلاتة مجموعة واحدة وعلى فكرة زمان ايام الجدول الدوري المندليف مندليف حطت تلات عناصر في خانة واحدة ودي كتمنعوب الجدول بتاع مندليف انما دلوقتي هينحطهم في تلات خانات بس نعتبرهم مجموعة ايه واحدة. يبقى عناصر المجموعة التمنة او تتكون المجموعة التمنة من تلات اعمدة رأسية او ممكن يقول لي تختلف عن 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 باقي مجموعات الفئة دي اقول له ليه? اقول له علشان خاطر بتتكون من تلات اعمدة رأسية. تمام. حلو الكلام. تب ده اسمه تركيم ايه يا وانسر? قال لي ده اسمه تركيم تقليدي. تب فيه تركيم تاني? قال لي اوه فيه تركيم حديث. قالوا للجدر الدوري هنقول واحد ايه اسموا واحد واثنين ايه اسموا اثنين وثلاثة بيه ثلاثة هناخدها بالترتيب ثلاثة اربعة اخمسة وهكذا الثلاثة عميدة دول اللي هيبقى اسمهم تمانية وتسعة وعشرة تبوا الان بيه حداشر تبوا التو بيه اتناشر لاحظ معي الثلاثة بيه بقت التالتة انما الاثنين بيه الاثناشر تبوا الاثنين اسمها وستاشر وسبعتاشر والمجمع الصفرية الحديث بتاعها 18 طبعا مش مهم معين مجمعتين دول بس ممكن يجيلي سؤال كده يقول لي ايه تقع عناصر العناصر الانتقالية الرئيسية بين العمودين بين مين ومين اقولوا الانتقالية الرئيسية ما بين اتنين ايه وثلاثة ايه طب عناصر الفئة دي تقع فين قال لي برضو مع الانتقالية الرئيسية بتساوي كلمة عناصر الفئة دي برضو ما بين اتنين ايه وثلاثة ايه في معلومة صغيرة ان شاء الله هناخدها في الحلقة الجاية بإذن الله اللي هنعرف العنصر الانتقالي فنلاقي في الوقت ده ان عناصر المجموعة اتنين بيه عناصر غير انتقالية نركز ايه ده استاذ ده بدأة وموجودة في الانتقالية الرئيسية تمام قال لي ده عناصر المفروض ان هي عناصر موجودة في الفئة دي بعناصر انتقالية قال لي لا هي في الحقيقة لما هنوزحها ونعرف شرط ان العنصر يبقى انتقالي هنلاقيها ما بنطبقش عليها الشروط دي يبقى عناصر المجموعة تو بيه عناصر غير انتقالية يبقى لأسئلة هتيجي ازاي هنا ركز كل كلمة لها معنى يبقى لو قال لي الانتقالية الرئيسية هي هي بتسوي عناصر الفئة دي يبقى بتقع ما بين اتنين ايه وثلاثة ايه قال لي طب لو قال العناصر الانتقالية وسيكت اقول له ايه اقول له تقع ما بين الاتنين ايه والاتنين بيه ايه ده يبقى هما الشوية دول بس تمام يبقى ازا فيه فرق ما بين كلمة العناصر الانتقالية الرئيسية يعني عناصر الفئة دي وفيه فرق انه يقول له عناصر انتقالية ويسكت لان هنخرج منها الصف الاخير من عناصر الفئة دي تمام فيه عندنا اخر حاجة بس هنختم بها الحلقة بإذن الله عناصر الفئة دي بتتكون من اربع سلاسل احنا ما تكلمناش في التركيب الالكتروني بتاعها والحلقة جلت مننا مفيش مشكلة العناصر دي بتتكون من اربع سلاسل الدورة الرابعة جي بعد الاربعة اس التلاتة دي يبقى كلها تنتهي بالتلاتة دي تب الدورة الخمسة هتنتهي بيه الاربعة دي تب الدورة الستة هتنتهي بيه الخمسة دي تب الدورة السبعة هتنتهي بالستة بالستة ايه دي فهسمي العناصر اللي بتنتهي بالتلاتة دي عناصر السلسلة الانتقالية الأولى ولقاها بتبدأ بالسكانديوم وتنتهي بالزقب بتنتهي بالخرصين بعد كده عناصر السلسلة الانتقالية التانية بيتتابع فيها امتلاقي المستوى الفرعي الاربعة دي وتبتدي باليوتيريوم وتنتهي بالكادميوم عناصر السلسلة الانتقالية التالتة بتبدأ باللانسينيوم وتنتهي بالزقب عناصر السلسلة الانتقالية الرابعة يتتابع فيها امتلاقي المستوى الفرعي الستة دي وتبتدي بالأكتينيوم وتنتبه عنصر رمز وي وي وبي مش موجود معنا وعلى فكرة في بعض الكتب يكتبوه دي معلومة زيادة عندك في الكتاب مش هتبقى فارقة معنا ان شاء الله. بالنسبة للتوزيع الالكتروني بتاعهم ممكن نوزعه باستخدام مبدأ البناء التصعدي اللي هو حسب المستويات الفرعية وناخد السكنديوم كده كمثال السي واحد وعشرين. عشان واحد اس 2 اتنين اس 2 اتنين بي 6 تلاتة اس اتنين تلاتة بي 6 اربعة اس اتنين تلاتة دي واحد ده التوزيع بتاعه حسب المستويات الايه الفرعية. طيب ما انت قلتلي في حاجة اسمه الغازات الخاملة اقل لي اه التوزيع بالغازات الخاملة الببساطة كنت نقول الغازة الخاملة هي اتنين دي الغازات الخاملة هنا. ان 2 عشر ليون عشرة أرجون 18 كريبتون 36 زينون. اربعة وخمسين رادون 86 تعال كده شوف السكنديوم SS21 من الغاز الخامل اللي عدده الزرق قال لي من 21 مباشرة قال لي الأرجون الأرجون يبقى أرجون 18 وكأنه وزحت 18 عنصر لحد الثلاثة بيه خلي بالك الغاز الخامل بيجي لما البيه بقى فاستة فأي بيه فاستة بقى أنا وصلت الغاز خامل وصلت الغاز خامل فنقدر أستغنى عن كل الحاجات اللي قبل البيه لإن عدد إلكترونات هنسويها بالغاز الخامل 2 و 2 و 4 و 6 10 و 2 و 12 و 6 و 18 لكنهم ده طب ليه فصلتهم كغاز خامل قال لي عشان خطر إلكتروناتهم لا يشاركون في التكافؤ بتاع العنصر تكافؤ العنصر إلكترونات بتوجي أو إلكترونات التكافؤ بتبدأ بعد الغاز الخامل يعني بعد آخر بيه آخر بيه يظهر معنا يبقى أنا وصلت الغاز خامل إلكترونات بتاحت لحد هنا ما بتشاركش في التكافؤ فقدر أفصلها في جنب الوحدة يفضل معنا مين؟ 4S2 3D1 يبقى ده توزيع السكنديوم باستخدام الغازات الخاملة طب بالنسبة لللي تحت اليوتيريوم هنزود فوق الواحد وعشرين 18 هيبقى تسعة وكام قال لي يبقى 18 يبقى 81 تسعة ودي هيبقى تسعة وكام وثلاثين التسعة وثلاثين ده لما نجع أوزعه حسب الغازات الخاملة يبقى مين العنصر الخامل اللي قابله على طول؟ قال لي الكريبتون 36 يبقى أخذ الكريبتون 36 طب أنا مش فاهم بعد الكريبتون 36 أنهي مستوى اللي هيجي أقول لك الجدول الدورة هيسهل معك خالص أنا أخذت هليوم كان بتاعي الاس نيون 2B أرجون 3B كريبتون وصلت للأربعة B فيها 6 يبقى أنا وصلت لحد الأربعة B مين اللي بعد الأربعة B؟ 5S أو أقول كده هليوم نيون أرجون كريبتون الكريبتون جي في الدورة الرابعة يبقى اللي عليه الدور S وفي الدورة الخامسة فأقول 5S طب بعد الخامسة S إيه؟ الأربعة دي يبقى 5S 2 يبقى 2 وستة وثلاثين ثلاثين وثلاثين نتفضل من التسعة وثلاثين واحد يبقى أربعة دي واحد إذا ده لما زودت دورة عدد الكم الرئيسي بتاع كل واحد فيهم زاد بمقدار واحد ونخلي بالنا من جزئية مهمة في الجزئية دي إن دايماً أي B عدد كم الرئيسي شبه الاس اللي قبله إنما أي دي عدد كم الرئيسي أقل من الاس اللي قبله بمقدار واحد يعني أنا أقول هنا المستوى دي كلها رمزها N S ألاقي لو البي ظهر يبقى N B أي S بتاخد رقم البي لازم ياخد شبهها البي اللي بعد الاس شبهها تابد دي قال لي لأ ده بيقل بمقدار واحد كان أربعة S يبقى ثلاثة دي يبقى N ناقص واحد دي تابقى القف يقل بمقدار اثنين يبقى N ناقص اثنين دي عشان كده هنلاقي التعناصر الانتقالية الرئيسية كلها التوزيع الإلكتروني بتاعها نقدر نقول N S فيها من واحد لاثنين إذا ده الاس بتتميلي باثنين قال لأ ما وبعض العناصر هنحط واحد وبعض العناصر هنحط اثنين حسب التوزيع الإلكتروني وحسب الشزوز اللي احنا هنشوفه إن شاء الله بعدين قال لي يبقى N S و N ناقص واحد دي بس الدي بتتميلي من واحد لكام لعشر يبقى احنا كده وزعنا السكنديوم ووزعنا اليوتيريوم تب حد يوزع اللانسونيوم أقول لك من غير ما تبقى عارف العدد الزري يبقى اللانسونيوم بتاعك هيبقى كام قال لي هيبقى من العنصر الخامل اللي بعد الكريبتون قال لي الزينون 54 يبقى X E 54 وبدلا ما أقول 5 S 2 أقول 6 S 2 وبعدين أقول 5 D 1 وهكذا تبديه بداية كل سلسلة انتقالية بداية كل سلسلة انتقالية بعنصر تب نهايتها بعنصر تاني يبقى هنا بدأ بالسكنديوم هتنتهب الخرصين التوزيع الإلكتروني بتاع الخرصين تعالى نشوف التركيب الإلكتروني الخرصين بالغازات الخاملة عن ليه الخرصين زد N 30 هنقول أرجون 18 4 S 2 3 D 10 تب اللي تحتها الكادميوم هيبقى 5 S 2 4 D 10 تب اللي تحتها الزئبك هيبقى 6 S 2 5 D 10 أو هكذا يبقى احنا عندنا أربع سلاسل بنسميهم الأربع سلاسل السلسلة انتقالية الأولى والتانية والتالتة والربعة لو الإلكتروني الأخير دخل في التلاتة دي يبقى سلسلة انتقالية أولى ولو في الأربعة دي يبقى تانية ولو في الخمسة دي يبقى سلسلة انتقالية تالتة ولو في الستة دي يبقى سلسلة انتقالية ربعة كلام حلو انت وزحت لي ده وده أقول لك التوزيع هنا نظامه إيه؟ أقول لك كل التوزيع مظبوط بس بيشوز في التوزيع الإلكتروني عناصر المجموعة 6B وعناصر المجموعة 1B تعال نشوف ليه الشوزوز هنا بيشوزوا العنصرين دول قال في القعدة بتقول إن المستوى الفرعي دي بيكون أقل الطاقة وأكثر استقراراً 5 أربطالات لما يكون فارغ يعني ادي فيها صفر أو لما يكون نصف مطلق يعني ادي فيها خمسة أو يكون تام الامتلاء يعني ادي فيها عشر دول حالات الاستقرار بتاع العنصر تعال نوزع الكروم اللي موجود في المجموعة 6B CR 24 ألاقي كان المفروض يبقى أرجون 18 4S2 3D 4 يبقى 4 و 2 6 و 18 24 كروم 24 قال لا مش ده التوزيع واللي هيعمل كده هيبقى غلط أما ليه التوزيع قال لي لقينا إن إحنا لما بننقل واحد من الS ونحطه على الD بيكون كلاهما نصف ممتلق الS بيتميله باتنين يبقى فيها واحد يبقى نصف ممتلق و الD بيتميله بعشرة بقى فيها خمسة برضو نصف ممتلق فتكون الظرة أقل طاقة وأكثر استقرارا طيب تعال نشوف عناصر المجموعة 1B النحاس 29 موجود هنا CU 29 يبقى أول 4S2 3D 9 غلط يا مستر ليه؟ قال لي عشان خاطر ما فيش حاجة اسمها هادي فيها 9 في التوزيع بتاعنا في سلسلة الانتقالية الأولى هي ديها على فكرة شغلنا في الباب كله هنتكلم عن عناصر السلسلة الانتقالية الأولى قال لي ما أنا ممكن أن أقل من الS برضو واحد وحطه على الD ويبقى دي فيها عشرة ويبقى الD تم الإمتلاء والS نصف ممتلق فيكون الاثنين أقل طاقة وأكثر استقرارا يبقى التوزيع الإلكتروني لعناصر المجموعة 6B المفروض أقول N-S1 شوفها ناشيل دي أقول N-S1 واشيل دي وأقول N-S1 دي فيها 5 إيه اللي أنت عملته؟ أقول لك ما العنصر الكروم تحته الملبيدنيوم 42 بدل ما أقول 4S هيبقى 5S وبدل ما كنت أقول 3D هيبقى 4D يبقى المجموعة كلها لها نفس التركيب الإلكتروني ونحذر أن الكلام ده مش بنطبق على كل المجموعات يعني في المجموعة 5B مش أقول N-S2 تلاتة دي تلاتة لا عشان خطر اللي تحته بيشوز فيه 21 عنصر شاز بس إحنا دلوقتي في منهجنا 6B وال1B على رأي حد كان بقولي 6B وال1B اللي هو نفتكرهم بموضوع 6-1 يعني يبقى المجموعة 6B والمجموعة 1B دول بيشوزوا في التركيب الإلكتروني عن تركيب العناصر فاضل معنا حتة صغيرة خالص اللي هي التركيب الإلكتروني للأيون لو العنصر هيفقد إلكترون يعني مثلا تعالوا كده نتكلم عن النحاس 29 لو أنا حطيت فوق موجب واحد معناها أنه فقد إلكترون هيفقد الإلكترون ده منين هل من الـ D اللي في المستوى الثالث ولا اللي في الـ S قال لي لأ إحنا لما بنينا نفقد من نفقد من الـ 4S قبل الثلاثة دي ودي مهمة جدا ليه؟ قال لي عشان أبعد عن النواية ده في الضور الرابع والثلاثة دي في الضور الثالث يبقى أفقد من الأبعد عن النواية وعادة كم الرئيسي أعلى وخد الثالثة دي مش موجودة في الكتاب وطاقته أكبر فأنا لما أفقد أفقد من اللي طاقته أكبر ونخلي بالنا الطلاب الثانية سنوي عشان خاطر حتة دي مشروحة غلط في الكتاب جاي يقول له احسب أعداد كم الأربعة للإلكترون الأخير الأعلى طاقة الأخير الأعلى طاقة في العناصر الانتقالية ما بيبقاش الـ D بيبقى الـ S ونختم بالمعلومة دي تأمسها إن شاء الله اللي هي إيه؟ إن الـ S نركز أنا أعمل لها رسمة عشان خاطر تبقى واضحة معنا قوي أنا وانا باملة كنت باملة الـ 4S قبل الثلاثة دي عشان طاقته قد أقل يبقى ده الـ 4S وده مين؟ الثلاثة دي يبقى الـ 4S طاقته أقل من طاقة الثلاثة دي بعض ما حط الإلكترونات تتشغل بالطاقة الـ D قل والـ S كمان يقل بس مين اللي قاله أكتر؟ الـ D يبقى وهو فيه إلكترونات بيكون طاقة الـ 4S أكبر من الثلاثة دي مع إن إحنا حفظينها وفاهمينها إن الـ 4S أقل من الثلاثة دي خلي بالنا من دي قوي هو أقل في الطاقة لما كان فارغ إنما بعض ما تحط إلكترونات تتشغلبت فبقى الـ 4S هو اللي أعلى من الثلاثة دي في الطاقة عشان كده لما بيجي يفقد إلكترونات بيفقد من الـ 4S لإنه أبعد عن النواة وأعلى في الطاقة خلي بالنا منها ويبقى كده إحنا تكلمنا عن معظم التركيب الإلكتروني كان فيه سؤال علل معانا اللي هو يسأل أكسات الحديد السنائي للسلاسي بإنما صعب المنجانيز السنائي للسلاسي بس هنسيبه إن شاء الله الحلقة الجاي بإذن الله يبقى يتقال معنا وشكرا لكم على حسن السماعة أتفضل يا باستر أحسن يا باستر محمد ربنا بارد حضرتك رائعة ما شاء الله عليك شوف لو عند حضرك أي تعقيب بالنسبة للحلقة كشارح النهاردة مع الطلبة بتاعتك أي ملاحظات عايز تأكد عليها أنا بس يا عايزين نخلي الطلبة تخلي بالها من نظام الأسئلة الجديد يعني إحنا هنا مثلا قلنا في القروم إن هو إن S1 3 دي خمسة يبقى الإس فيها واحد وإدي فيها خمسة يبقى نصف ممتلئ ممكن يجي يقول لي كم مجموعة في عناصر الانتقالية بيكون فيها الإس نصف ممتلئ مقول لنا عندي مجموعة 6B والمجموعة 1B كلهما الإس فيها نصف ممتلئ بقى أننا عندي مجموعتين الإس فيها نصف ممتلئ تب كم مجموعة بيكون فيها دي نصف ممتلئ هلاقي دي نصف ممتلئ مع الكروم وفي المجموعة اللي جانبه على طول في المنجنيز يبقى أنا عندي مجموعتين برضو دي فيها نصف ممتلئ فإحنا لما نوزع نوزع بفهم ونشوف أنه مجموعة ملحظاتها إيه كمان نعرف رقم المجموعة بتاع كل عنصر يعني ما قلش الكروم موجود عدد وزر كذا وخلاص لا أنا شايف وعارف أنه في المجموعة 6B السكنديو موجود في الثلاثة B يبقى أنا لازم أبعرف رقم المجموعة عشان بيجي سأل عليها كتير وطبعا سألتك هيبقى معاك الجدول الدوري في الامتحان افتح الجدول الدوري شوف أرقام المجموعة ما فيش أي مشكلة بس أنت من كتر التطبيق الحاجات دي هتثبت في بالك على طول إن شاء الله ومشيبة فائمة شرفتنا أمستر محمد شرفتنا أمستر محمد شرفتنا أمستر محمد نشوف حضراتك الحلقة قادمة إن شاء الله ربنا بارك حضرتك وتمنياتنا قلبها لكل طلبنا بالتوفيق إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريبا سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا ثمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء